من دون سابق انذار ولا مؤشرات جعل فيروس كورونا العالم يقف على قدم واحدة ونبه الدول إلى خطر داهم رصدت له كل الوسائل لإدارة معركة البشرية مع العالم الخفي عالم الفيروسات بدل خارطة التحالفات وقلب نظام الأحلاف دول كانت تكيد لأخرى عدوات تقليدية أصبحت اليوم في صف واحد الرأس مالي يتقرب من الاشتراكي والاشتراكي ينسلخ من صفه متقربا من الرأس مالي هكذا بدأت ملامح العالم بعد فيروس كورونا الذي يبدو أنه يؤسس لمرحلة جديدة تقلب النظام العالمي المحهود رأسا على عقب وعلى سبيل المثال للحصر إيطاليا المحصوبة على المعسكر الغربي تشكر الصين المحصوبة على معسكر الشيوعية بسبب بادرة مساعدات قدمتها الأخيرة لها لمواجهة هذا الفيروس كذلك صوربيا وجدت دولا أخرى ساعدتها في الأزمة أكثر قربا من دول الاتحاد الأوروبي بل إن هذه الأزمة أظهرت التفكك الحقيقي الذي يمر به هذا الاتحاد والتنافر بين دوله مواجهة خطر الفناء أبقى من المصالح السياسية بحسب تداعية كورونا الذي ضرب نحو 130 دولة وقتل ما يقارب 25 ألف إنسان من مجمل إصابات بلغت حتى الآن 600 ألف والعدد في تزايد بعد أن تفش بشكل كبير في أمريكا وجعلها في صدارة دول العالم حالها في الأزمة كحال خصمها الاقتصادي الصين بل أشد وبعد أن كسر فيروس كورونا قواعد الهيكلية السياسية الدولية أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل وجعله على أبواب أزمة كبرى إنه خطر حقيقي استنفر جهود كل الدول إلا بعضها ما زالت تعطي التبعية شأنا أعظم من تداعيات هذا الخطر العراق مثال لاستمرار الارتماء في الحضن الإيراني رغم تحول إيران إلى بؤرة للفيروس في الشرق الأوسط وما زال أبناؤه يدفعون ثمن هذه التبعية التي يريدها ساسة المنظومة الحاكمة شاهدان في زمن واحد وأزمة واحدة دول كبرى غير الفيروس قواعدها السياسية وساسة العراق على ما يبدو حتى السم لو صدرته إيران لكان على قلوبهم أحلى من العسل